ترأس سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ويقام هذا المؤتمر للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية الشقيقة تحت شعار التعاون من أجل الرخاء بمشاركة واسعة لعدد من الوزراء السعوديين والعرب ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني واستكشاف فرص الاستثمار النوعية في العديد من القطاعات بمشاركة أكثر من 3000 من صناع القرار ونخبة واسعة من المستثمرين وأصحاب الأعمال والمختصين والمهتمين بالعلاقات العربية الصينية من 23 دولة مشاركة وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية اشتركوا في القناة